لكل واحد عنده عقوف عن الجواز وعايز زوجة صالحة ولكل واحدة أطر الجواز خايفة يفوتها زي ما بنقول وعايز زوج صالح ومعلوم إن الزوج الصالح والزوجة الصالحة هم دول حسنة الدنيا ربنا قال في القرآن كده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار إحنا في أيام رمضان بقى عندك فرصة جميلة أوي قال أهل الله من أراد أن يمنى الله عليه بالزوجة الصالحة أو أرادت أن يمنى الله عليها بالزوج الصالح فالتصم ثلاثة أيام متواليات الحمد لله نعرف نصم إحنا كده كده صايمين وفي كل ليلة قبل أن ينام أو أن تنام تقرأ آيات من القرآن إحدى وعشرين مرة هتقرأ الآيات اللي أولى لك دي واحد وعشرين مرة جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ يا مبتدع قاله الإمام العالم الحكيم التميمي الإمام التميمي لي كتاب متع جدا اسمه خواص القرآن أو فضائل القرآن معايا كده كتاب جميل جدا بيقول بقى فيه يقرأ الآيات دي بعد ما يصوم الأيام المتواليات التلاتة قل لي ليلة قبل ما ينام يقرأ هذه الآيات وبعد ما يقرأ الآيات يسأل الله الزوجة الصالحة أو تسأل الله الزوجة الصالح طب إيه هي الآيات دي يا عم الشيخ الآيات دي اكتبها ورايا على طول علشان ما يقوليش خلص والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرأة أعين قرأة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها خالدين فيها حسنك مستقرا ومقاما اقرأ الآيات دي أو اقرأ الآيات دي واحد وعشر مرة وبعدين قبل ما تنام أو قبل ما تنامي ودع ربنا ربنا إن شاء الله يرزقك أو يرزقك بالزوجة الصالحة